السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الأعزاء لحسة أن بعضكم بيمر بحالة جديدة من القلق والتوتر أيام الامتحانات بصراحة أنا كنت زيكم قلق شديد لدرجة أني كنت بقول يا ريتني ما دخلت الكلية دي لغاية لما عملت بالنصيحة اللي هقولكم عليها دي وإن شاء الله يعني القلق ده يروح بإذن الله أول حاجة لازم نعرف أن التوتر سلاح زوحدين يعني لو التوتر يخليك تحافظ على وقتك وتجتهد في المذاكرة ده شيء إيجابي أما لو التوتر وصلك لمرحق التشتت وعدم التركيز والقلق الزائد لغاية لدرجة عدم النوم فده طبعا شيء سلبي وده غالبا هيأثر على أجابتك في الامتحان فرجاء نهدى شوية وإن شاء الله امتحان وهيعدي على خير النصيحة إنك لازم تتذكر أن درقتك وتأديرك مكتوبين عند ربنا سبحانه وتعالى من قبل ما تتولد فما فيش داعي للقلق بس طبعا لازم نذاكر وناخد بالأسباب بس بدون خوف وقلق طب هسألك سؤال قلقا ليه؟ هتقول هيفوتني الترتيب على الدفع كثير جدا في دكاترة من وزارة الصحة مشهورين ومعروفين أنا شخصيا أعرف ناس استقالت من الجامعة وفيه اللي سافر برة وحقق أحلامه وتموحاته بعيد عن الجامعة وفيه زملاء لنا كان مستواهم عادي وقلم العادي ومشاء الله شهرتهم يعني لا تقل عن زملاءهم في الجامعة لازم تخلي دي قعدة في حياتك وظيفتك محدش هياخدها غيرك عليك بس بالمذاكرة والأخذ بالأسباب أما النتائج فاتركها لله سبحانه وتعالى وتأكد إنه هيختار لك الحاجة المناسبة لك وعليكم دايما بالدعاء إن ربنا ينجحكم ويوفقكم وفي النهاية أرجو من الله إنه يوفقكم وتحققوا كل طموحاتكم وأحلامكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته